أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشان إنشاء جامعة الدراسات العالمية وتنشأ بموجب المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية غير عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى جامعة الدراسات العالمية تتمتع بشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري ونص المرسوم على أن تكون جامعة الدراسات العالمية برئاسة الشيخ حور بن سلطان بن محمد القاسمي